اشتركوا في القناة وشاركت فيها حوالي 300 مؤسسة تعليمية بجميع المستويات على صعيد جهة طنجة طوان الحسيمة من سقلها وتفعيلها في ارض الواقع من خلال يعني ورشة الراز من خلال تنظيم انشطات ثقافية تربوية في النية وزير التعليم العالي ووالي الجهة وسلطات المدنية والعسكرية ومسؤول التعليم بالجهة والعثور التعليمية شاركوا اطفال وثلاميذ المؤسسات التعليمية نيل شرف التتويج في مختلف المسابقات التي شملها البرنامج من قبيل حفظ وتجويد القرآن الكريم والرسم والمسرح والشعر والتكنولوجيا والطاقات المتجددة والسينما والبيئة والرياضة حقيقة جد منبهير بكل هذه العطاءات رقمين يعطيوا دلالة كبيرة اكثر من 200 الف تلميذ انخرطوا في هذه المغامرة الفنية طول هذه السنة اكثر من 300 مؤسسة جميع المستويات هي مشاركة لهذا المنتدى الجهوي الرفيع المستوى هذا المنتدى التالي الحمد لله يرصخ موقع المدرسة المغربية في المجتمع يقدم احسن وجه للمدرسة المغربية برنامج مدرسة قيم وابداع الفريد من نوعه بجهة طنجة طوان كان مفتوحا امام كل الابتدائيات والاعداديات والتانويات العمومية والخاصة وعرف مشاركة حوالي 250 الف تلميذ موزعين على 299 مدرسة بمختلف عمالات ومدن واقاليم جهة الشمال موسيقى 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 موسيقى